أهلا بكم مشاهدنا مجددا إلى طبعا متواصلون معكم ضمن جولتنا في الصحافة وإلى أبرز مقالات الرأي لصباحة اليوم اخترنا لكم مقال الرأي من صحيفة الخليج لكاتبه سليمان جودة تحت عنوان طوق نجاة من موسكو الكاتب تحدث في هذا المقال تحديدا عن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها عبر قناة روسيا وتكلم فيها عن الشيء الجديد الذي آتت به المبادرة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية طبعا المبادرة التي تقدم بها بوتين خلال حديثه له مع المحطة الروسية اليوم الخامس والعشرين ديسمبر الفارط الأول كأنه قد أبى أن نستقبل السنة الجديدة بوتين إلا وفي يده مبادرة مطروحة من جانبه وهو في مبادرته قال إنه مستعد للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية هذا بالطبع تطور جديد يضيف الكاتب في مقاله ويقول أنه تطور جديد وصريح ولا شك في أنه تطور مفاجئ في هذه الحرب التي ستكمل عاما كاملا في الرابع والعشرين من فبراير المقبل وأهمية هذا التطور أنه يأتي من جانب الطرف الذي بدأ الحرب أو الذي بدأ العملية العسكرية قبل عشرة شهور من قبل يواصل للكاتب أن أهمية أخرى للمبادرة هي أنها جاءت صريحة طبعا من دون لف ولا دوران كما يقول الكاتب فمن قبل كانت هناك مبادرات روسية شبيهة ولكنها كانت تخرج من العاصمة الروسية على استحياء بحسب تعبير الكاتب وكانت تخرج على لسان وزير الخارجية أو على لسان مسؤول آخر سواه في الكريملين ولم تكن تأتي على لسان بوتين ذاته شخصيا كما حدث هذه المرة بالذات ويلفت الانتباه فيما صدر عن الرئيس الروسي أنه قال إنه مستعد للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني وهذا يعني أنه يدرك جيدا أن حربه أو العملية العسكرية هي في الحقيقة مع أطراف عدة وليست مع الطرف الأوكراني وحده وأن الحرب هي بين روسيا على جبهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحلفائهم على الجبهة الأخرى وقد كان هذا معروفا منذ بدء الحرب ولم يكن سرا على كل حال ولكنها المرة الأولى كذلك التي يقال فيها هذا المعنى بوضوح هكذا ومن دون مرايبة يقول الكاتب إذن إذا كان الحال كذلك يضيف الكاتب فالحقيقة أن الغرب مدعو إلى أخذ المبادرة بجدية ومدعو إلى أن يتعامل معها بما تستحقه من اهتمام وهذا للأسف ما لم يحدث بل حدث العكس منه على طول الخط وكان ذلك عندما استهدفت القوات الأوكرانية قاعدة جوية روسية في الداخل الأراضي الروسية بطائرة مسيرة لقد جرى استهداف في اليوم التالي مباشرة لطرح المبادرة الروسية وكان هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال شهر ديسمبر وكان كأنه رد غربي أو أوكراني على المبادرة يواصل الكاتب في مقاله أن مبادرة الرئيس الروسي يجب أن لا تلحق بمبادرة أخرى كان البابا فرانسيسا أو البابا فاتيكان طرحها قبل أسابيع ثم لم يرحب بها سوى من الجانب الروسي بينما التزم طبعا الجانب الأوكراني ومن معه من الغرب عموما الصمت المطلق كان البابا يومها لم يخرج عنه شيء أو كأن لم يخرج عن شيء من البابا وإذ كانت المبادرة هذه المرة جاءت من موسكو فالأخذ بها ليس في مصلحة العاصمة الروسية وحدها ولكن المصلحة هي للعالم كله الذي تضرر من الأزمة الأوكرانية ولا يزال يتضرر منها والمصلحة هي لكل بيت في أنحاء الأرض وصلت إليه تدعيات الحرب وشرورها مبادرة بوتين يختتم الكاتب مقاله هي بمثابة طوق نجاة لكل الأطراف طبعا ليس للطرف الروسي فقط وإنما للأطراف ككل وهي طوق نجاة حتى للذين ليسوا طرفا في الحرب منذ بدايتها من اليوم الأول يختتم الكاتب مقاله ومشاهدين كان هذا مقال الرأي لنهار اليوم اخترناه لكم من صحيفة الخليج لكاتبه سليمان جودة تحت عنوان طوق نجاة من موسكو طبعا ضمن مبادرة الرئيس الروسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا مشاهدين ختم هذه الجولة في الصحافة في أمان الله اشتركوا في القناة